موسيقى مشاهدين اهلا بيكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك حلقتنا النهاردة خاصة جدا للسيدات وبالأخص السيدات الحامل النهاردة احنا نتكلم على السكر في الحمل امتى ممكن يحصل او ييجي سكر وقت الحمل وامتى فعلا نقدر نقول عليه انه ممكن يكمل بعد الحمل او نخاف منه والعلاجات ايضا اللي بتطرح في هذه الحجبة وهذا الوقت عشان طبعا ده وقت صعب جدا وقت مهم جدا نهتم بالجنين وبعدها نقيم حالة السيدة والفتاة بعد الحمل ما يخلص ونبتدي نشوف هل نحتاج نكمل على علاج السكر ام لا حلقة خاصة جدا ومهمة جدا نرجو متابعاتكم لها معنا ضفنا حلقتنا النهاردة مشرفنا دكتور نادر ماهر متة استشاري اول السكر والغضض الصماء دكتورات كلها الملكية لدرسات الطب العليا بجامعة لندن فاصل قصير ونبدأ حلقتنا مع دكتور نادر خليكم معنا دكتور نادر ماهر متة استشاري اول السكر والغضض الصماء ودكتورال كلية الملكية لدراسات الطب العليا جامعة لندن عنوان عيادة مصر الجديدة المتكملة للسكر والغضض خمسة شارع عمر بن الخطاب من ميدان الاسماعيلية الاستعلام والحجز عيادات مصر الجديدة صفحة العيادة على الفيسبوك عيادات مصر الجديدة المتكملة للسكر والغضض مشاهدين اهلا بحضراتكم حلقتنا عن سكر الحملة دايما فكرة السكر من الأشياء المقلقة شوية مرض مزمن في هذا العصر وكل العصور لكن الخوف من ان انا ابتدي مرض السكر وابتدي اتصاحب عليه وابتدي اخذ علاجات لي واشوف تنوعات هذا المرض ومتبعته وكل الأشياء اللي احنا بنخاف منها دي ناس كتير او سيدات كتير بيجي عليهم فترة وهي فترة الحمل وممكن فعلا يصاب بيه سكر مسمى بيه سكر الحمل هنعرف اكتر عن سكر الحمل النهاردة وعن هذه الحالات اللي بتحصل فيها ده ازاي بيتم علاجها وهل فعلا ده بداية لمرض السكر لهذه السيدات ولا لا ده اللي هنقش ونعرف حالتنا النهاردة مع عضفنا الكريم مشرفنا دكتور نادر ماهر متة استشاري اول السكر والغضض الصماء دكتورة كلية الملكية درسات الطب العليا مجامعة لندن اهلا بحقاك دكتور نادر مشرفني اهلا بحقاك في هذه الحلقة وكل سلسلة الحلقات اللي حقيقة بنتبعها مع حضرتك والنهاردة الحقيقة حلقتنا يعني خاصة جدا بيه السيدات لان نتكلم على سكر الحمل بشكل خاص وبنحاول نجمع كل الاسئلة او كل الحالات اللي جات لحقيقة في العيادة او الحالات ايضا اللي توصلت معانا من خلال مواقع التواصل الاجتماع وصفحتنا على الفيسبوك عندهم اي اسئلة وتساؤلات على السكر اللي بيجي لهم اثناء الحمل وقد ايضا ممكن يكمل معاهم لسكر ومرض مزمن ولا دي حاجة بتكون مؤقتة وتروح لحالها بعد زوال او بعد الحمل ما بيخلص خلينا ابتدي مع حضرتك في اول حالة النهاردة معانا وعن سيدة بتقول عمري 49 سنة هي حامل في 6 شهور الحقيقة وبتقول عندها عندها وعندي طفل 6 سنوات الدكتور مصمم يديني انسولين اثناء الحمل بتقول ان هو شايف ان عندها سكر في الحمل وكمان علشان حصل اجهاد اربع مرات قبل كده ودكتور تاني قال ممكن تمشي على نظام غذائي فقط هي بتقول ان انسولين ده مشكلة كبيرة بالنسبة لها وهي مش قبلة بفكرة الانسولين ممكن تعمل ايه طبعا في الحالة دي انا ببص للعمر اولا 49 سنة ده احد العوامل اجهاد متكرر اربع مرات عندها طفل واحد عمره 6 سنوات فعدة عوامل بتقول لي ان الحمل ده او حمل غالي يجب المحافظة عليه وخاصة مش عايزين يكون مصيره زي مصير ال 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 الاحمال الاخرى اللي حصل فيها هذا سمح الله اجهض صحيح فبكل الطرق عايزين نحافظ عليه وخاصة في عوامل زي ما احنا قلنا السن بيبقى فرص الحمل فيما بعد اقل طبعا من المعتاد فهي بتقول ست شهور يعني ست شهور ظهر السكر يبقى ده سكر حمل السكر اللي يظهر قبل كده ده يبقى مش سكر حمل سكر الحمل اللي يظهر بعد ال ست شهور او في الال بالضبط كده انها تاخد انسولين ده اأمن حاجة وتمش تاخد انسولين وخلاص لابد من المتابعة الدائمة والمستمرة مع الطبيب المعالج لمستويات السكر لان انا بانظر الى مستويات معينة علشان احافظ على الجنين اولا انا باطمئن من خلال دكتور النسا على الحركة بتاعت الجنين على سرعة دقات القلب على المية اللي حواليه كل الامور مستقرة كويسة يبقى انا عايز احافظ عليه احافظ عليه بان انا اخلي مستويات السكر في الطبيعي الطبيعي عند الحامل غير الطبيعي في الشخص العادي الصايم في الشخص العادي لغاية مية وعشرة في الحامل لغاية خمسة وتسعين ده اقصى حاجة بعد الاكل في الانسان الطبيعي من مية واربعين لمية وخمسين ماشي ما فيش مشاكل عند الحامل لا يزيد عن مية وعشرين بعد الاكل بساعتين طيب السكر التراكمي المتابعة تحت السكر التراكمي يبقى اخباره ايه في الشخص الطبيعي لو ستة ستة واحد من عشرة ستة واثنين من عشرة قول ده منضبط جدا وممتاز ستة وستة واثنين والستة واحد من عشرة والكلام أو في حدود الستة عند الحامل غير مقبول عايزه يوصل خمسة ونص فوق الستة غير مقبول غير مقبول علشان صحة الجنين دي حاجة علشان برضه تبقى واخدى باله تاني حاجة نحن قلنا القراءات اليومية تبقى ايه والتراكمي يبقى ايه التراكمي عادة بيتاخد كل ثلاث شهور في الحامل بيتاخد كل شهر ولازم يبقى في الحدود اللي احنا قلناها علشان نوصل لنقطة النهاية وتلد طفل صحيح كويس اضافة الانسولين ده بيعزز الامان في انها تحتفظ بالحمل لنهاية المدة بتاعت الحمل وتحتفظ بصحة الجنين ويتولد طفل صحيح انها تمشي عايزة تمشي على الدكتور قال لها تمشي على دايت هو ده يتوقف على مستويات السكر قد ايه هل هي هتحقق الارقام اللي احنا قلنا عليها بالدايت فقط اوكي لكن انا شايف اني بالنسبة لعمرها لازم ناخد بانا ان هي محتاجة للانسولين يعني في معظم الاحيان مش هقول في كل الاحيان فده حمل غالي عايزين نحافظ عليه وخاصة علشان التاريخ بتاع الاجهاد السابق يبقى احنا افضل ان احنا ناخد الانسولين ويكون تحت متابعة من الدكتور وخاصة المتابعة عن بعد مهمة جدا على الواتس يتابع كل اسبوع قراءات السكر ويغير في العلاج مش هي تروح لكل شهرين ولا كل تلاتة بعد ما يخلص الحمل انا عايز المتابعة تقريبا من في الست شهور دي انا عايز متابعة نصف شهرية مع الدكتور على الواتس نصف شهرية وهو ممكن يتابع لو لأ الامر يتابعها كل يوم او يتابعها مرة في الاسبوع يطلب قراءات ويعدل في العلاجات لغاية ما نوصل للمستويات المطلوبة بشكوحي جدا دكتور نادر ودائما حياة بشكرك لان فكرة تخفيف فكرة العلاج عند بعض المرضى بيشوفهم دي حاجة يعني صادمة او فكرة الانسولين او بعض الادوية اللي فيها طرينا لده زي ما حيك قلت قد ايه للحمل او الطفل غالي وحاجة كبيرة وثمينة فانحنا نولده بسلام دي اهم حاجة من كل الكلام الصغير ده وطبعا يعني عايز اراجع برضو النسب ما حيك مرة تانية احنا قلنا يمكن في الحمل بشكل خاص الصايم والفاطر مختلف 95 تقريبا الصايم 95 بعد الاكل 120 120 والتراكمي التراكمي 5.5 5.5 ويتراجع كل شهر مش كل 3 شهر واشكحي جدا طيب عندنا ايضا حالة اخرى عن سيدة 24 سنة هذه السيدة حامل في اول مولود ومعندهاش سكر الحقيقة لكن في البداية الشهر السابع حيك قلت من بداية الشهر السادس ممكن فعلا يكون او يقال عليه سكر الحمل فهنا بداية الشهر السابع الدكتور فعلا شاف ان عندها سكر مرتفع وعايز يديها انسولين هنا بقى المقارنة لان سؤال هذه السيدة او الحالة هنا بتقول رغم ان صديقتي حصل معاها سكر في الحمل ما خدتش انسولين فليه انا المفروض الدكتور يكتب لي انسولين او اكون انا مضطرة اخر انسولين هي بتقول ان صديقتها دي مشت على نظام غذائي ولدت بسلام فانا مش عايز اخد انسولين وعايز استمر عليه بقيت حياتي انه بيخافوا برضو ان هم يبتدوا انسولين وده يكمل معاهم وده برضو مفهوم عايزين نصلح وما خدتك طبعا مع هذه السيدة مع احترامي لرأيها مش كل سكر حمل يبقى زي بعضه انت ممكن سكر الحمل بتاعك يختلف عن سكر الحمل بتاع صدقتك او جارتك ممكن سكر الحمل يحتاج الى تنظيم غذاء وعندك وعند حد تاني يحتاج الى انسولين مش مرة واحدة وممكن يحتاج لأربع مرات انسولين في اليوم فاني انا اقول ده زي ده ده مش مقبول طبيا فانا بقولك اني ظهور السكر في الشهر السابع ده سكر حمل بيحتاج معظم الاحيان الى انسولين الا اذا كان طفيف جدا جدا فممكن يبقى زي ما حصل مع صحبتك او جارتك برضو تحت اشراف طبي مش انت اللي تقوم بالكلام ده او تغذي استوى السكر تقيم الحياة لكلام ده كله مهم زي ما احنا قلنا المستويات بتاعت السكر اخبارها ايه الصايم اللي بعد الاكل بساعتين التراكمي طبيعة اكلك طبيعة حياتك في حركة موظفة ولربة بيت كل الحاجات دي بتتحط في الاعتبار فانا يهمني اقولك ان السكر لا خوف ابدا انه هو ممكن يستمر بعد الحاملة على الانسولين ممكن تغذي الانسولين في فترة بتاعة الحمل وبعد انتهاء الحمل على خير ممكن بتحلل السكر وتشوفي الاخبار ايه ممكن تستغني خالص عن اي علاجات للسكر وممكن تستمري على حبوب قد كده معظم الناس اللي بيجي لها سكر في الحمل بيبقى عندهم قابلية لحدوث السكر سواء النوع التاني او الاستمرار على الانسولين لكن بيبقى عندهم او احتمال احتمالية انهم يستمروا على حبوب بعد الحمل ده هيبان بعد الحمل مع ملاحظة ان الرضاعة بتقلل السكر يعني لو هي بتردع ده بيقلل السكر بعد ما الفطام لازم تعمل تحليل السكر وتشوف لان الرضاعة بتقلل السكر فانا ااخد برضو ده في الاعتبار ان هي ولدت وابتدت تردع السكر كويس ماشي حصل بعد كده ابتعدت تفطمه وما فيش الرضاعة الطبيعية يبقى ساعتها اعمل تحليل السكر واشوف هل انا مريضة السكر نوع تاني ولا هل انا مش محتاجة ومش معنى كده ان انا لقيت التحليل كويسة وما فيش حاجة ان انا خلاص اركل الحكاية دي لكن الحمل القادم يبقى لازم انا قبل ما ابدأ الحمل يكون عندي فكرة عن السكر بتاعي عشان ادخل الحمل بتاعي والسكر بتاعي طبيعي بشكرك دكتور نادر طيب يعني طبعا دايما فكرة اللغبطة في حصل ايه مع الصديقة حصل ايه مع عريبة ده يعني مفهوم مهم قوي يعني النهاردة ننوع عنه ونركز فيه جدا بلاش فكرة المقارنات في مجال الطبي لان كل حالة على حدة بتقييمها بكل المعاني وزي ما حاك قلت حاجات كتير بتتأثر في كل إنسان عن الآخر فبتالي دي نقطة كتوات حمل حضرتك عندي برضو حالة أخرى عن سيدة بتقول عمر 32 سنة حامل في الشهر الأول ده حاملها الثالث الحقيقة فهي بتقول اكتشفت عندي سكر الحمل رغم أن الحملين اللي قبل كده ما حصلش فيهم ده ده بقى الاستغراب يعني تالث حمل لها في ثالث مرة حصل أول مرتين ما حصلش الدكتور عاوز يبتدي معها إنسولين وهي شايفة أن كده هيبقى صعب جدا من نسبة لها وعايزة تغير الدكتور بتقول أنا ممكن أمشي على أي أنظمة غذائية مع طبيب تغذية علاجية أو ما إلى ذلك لكن مش حبة فكرة الإنسولين بالذات نحط واعتقادها أن حصل ده حاملين قبل كده ما كانش فيهم بسكر شميعنا ده فده التساؤل الأول أيضا في الحالة دي لازم برضو نقول حاجة أني مش كل حمل زي التاني لنفس الشخص أو أنت الحاملين اللي قبل كده ما فيش فيه مشكلة لكن الحامل ده بتقول من الشهر التاني ده مش مش سكر حامل سكر الحامل احنا نقول بعد الأسبوع اللي هو بين 24 والأسبوع 26 لو بدأ في الوقت ده يبقى ده سكر حامل قبل كده ما يبقى سكر حامل ده يبقى أنت عندك أصلا السكر داخل عندك مشكلة في السكر حتى لو كان مرحلة ما قبل السكر داخل الحامل بسكر مرتفع فده بان طبعا في الشهر التاني أو كان ممكن في الشهر الأول أو في الشهر الأول بان أن فيه سكر ده دليل على أنك أنت داخل الحامل ومحللتش سكر معتمدة أن الحاملين اللي قبل كده ما كانش فيهم مشكلة كان المفترض حصل الحامل تشوفي السكر أخباره إيه فده سكر اللي عندك ده سكر النوع التاني من سكر الحامل وكان المفترض تبدأي على سكر منتظم لكن على حسب ما احنا قلنا نسب السكر الحالية الصايم والفاطر قد إيه والتراكمي قد إيه الدكتور بيحط البروتوكول العلاجي هل أنت ممكن تمشي على دايت ولا النسب كبيرة ويحتاج فورا لتدخل الإنسولين طب يعني فورا بعض الأحيان قدي أنا المرضى شهر وشهرين وقلهم نجرب ده لا ده في مرحلة التكوين مرحلة التكوين دي بتاعة الجنين أو تكوين الأجهزة بتاعته دي مهمة جدا لأن ارتفاع السكر ممكن يبقى فيه تشوه في الجنين أول تلع الشهور ضبط السكر مهم جدا جدا علشان أحافظ على صحة الجنين من التشوهات لو أنا فضلت على السكر تحت التجارب أو تحت أن أنا أجرب جزاء تلع الشهور ما ينفعش أبدا لازم السكر يبقى مثالي صايم وبعد الأكل بساعتين والتراكمي لازم أستخدم السكر على الأقل التلع الشهور الأولى دول اللي هي مراحل تكوين الجنين عشان أحافظ عليه من التشوهات لكن هتقولي أروح عند خصائي التغذية وأعمل مش عارف إيه جارب وبعد كده أرجع للإنسولين بعد ما تكون الأجهزة كلها بتاعت الجنين بازط ده ما ينفعش نبدأ من أول أسبوع يعني أنا اكتشفت السكر أبدأ على طول الدكتور قال لي إنسولين أبدأ الإنسولين على طول أمشي عليه على الأقل التلع شهور لقيت الأمور كويسة الدكتور بتاعي لقى أن الأمور كويسة طيب أنا مش محتاجة للإنسولين شوية أخفف جرعات الإنسولين أو أقول نظام غذائي أو ده كله ده يرجع على حسب النظام بتاع الأكل بتاعك واللايف ستايل بتاعك والتحاليل بتاعتك لكن الثلاث شهور لا فرار من استخدام الإنسولين في حالة ارتفاع السكر محافظة على الجنين من التشوهات بشكو حيك جدا طبعا لازم موضوع يتاخد بشكل جدي جدا وصارم زي ما حيك كان وضحت لنا في إيجابة هذا السؤال حيك السؤال ده كان برضو مهم جدا عشان نفتكر مع بعض فكرة إن لما يحصل سكر في أول شهر حمل ده مش سكر حمل لو إحنا حلقة بتاعيتنا النهاردة عنوانها سكر الحمل هنا السؤال ده بيوررنا ويفكرنا إن سكر الحمل بيبدأ من الشهر السادس زي ما حيك وضحت لنا والإسبوع الأربعة وعشرين دكتور نادر حيك عندنا أسئلة كتير وحالات كتير أيضا إحنا في صددها خيب بس نروح ونذهب إلى فاصل قصير مع حضراتكم والسيدة المشاهدين ونرجع نكمل كلاما دكتور نادر مشاهدين أهلا بيكم رجعنا لكم مرة تاني مكملين حلقتنا عن سكر الحمل الحقيقة موضوع مهم جدا شائق جدا سيدات كتير بيعوا في هذا الفخ أنهم يدخلوا في مرحلة الحمل ويكتشفوا أنهم عندهم سكر سواء سكر جالهم في بداية الحمل وزي ما نوهنا وأكدنا على هذه المعلومة بداية الحمل أول خمس لست شهور من الحمل ده معناها أنه مش سكر الحمل بعد أو بداية من الشهر السادس يعتبر سكر الحمل زي ما أكد لنا النهاردة دكتور نادر دفناء عايزة رحب تاني بدكتور نادر ماهر متى استشاري أول السكر والغضد الصمى ودكتورة كلية الملكية درسات الطب العليا بجامعة لندن براحب حالك مرة تانية دكتور نادر مشرفني جدا في الحلقات أو سلسلة حلقات دايما عن السكر أو الغضد اللي بنستفيد جدا من الحياة فيها من خلال يعايز أقول الكيس اللي قدامنا اللي بتبين لنا فعلا الحالة بأكملة لأنه تقييم الكامل هو اللي إحنا في الآخر بنقدر نقول إيه المشكلة دي ودايما بنرجع ونأكد على فكرة أن التقييم هي تقييم حالة ولما بندي حتى مثال أو نوع من الحالات اللي قدامنا مش معنى أن الحالة دي تنطبق مية في المية لكن بنعرف من خلالها معلومات كثيرة جدا سواء من العرض سواء من العلاجات أو سواء من الأسباب المسببة دكتور نادر خليق برضو أخذ محاك حالة أخرى أيضا في هذا النطاق أو في هذا العنوان عن سكر الحمل الحمل بنتي سيدة بتقول بنتي عندها 29 سنة حامل في توأم في الشهر السابع هنا احنا في النطاق السكر الحمل واتشقص عندها سكر والدكتور مصمم يديها إنسولين لأن التراكومي أيضا زاد نسبته عن 7.5% طبعا ده عالي وحيكولتنا المعدلات يمكن في جوز الأول من الحلقة ورفض أنها تاخد حبوب للسكر خلاص دخلها على إنسولين على طول وقال حالتها النفسية وهي حالتها نفسية سيئة جدا خاصة لمعرفت أنها إن واحد من يمكن التوأم الجنين يعني حركته بقت بطيئة شوية وطبعا هي خايفة أن يكون إنسولين ده هو سبب أو يعني عدم أخذاها للعلاج والإنسولين يكون سبب ده وطبعا خايفة على صحة التوأم طبعا مسؤولية كبيرة من الأم عن الحمل في توأم لأنها هي مسؤولة عن نفسين مش نفس واحدة صحيح والأم أشكر للأم اللي بعثت السؤال ده يعني ما بعثتهش الأم لكن بعثته الجدة من قلقها والدكتور مصمم يدي إنسولين لأني شاف أن أحد التوائم حركته بطيئة فده ينزر بشيء مش كويس مش مظبوط صحيح السبعة ونص تراكمي ده عالي جدا بالنسبة للحمل احنا قلنا لا يزيد عن خمسة ونص في المتابعات بتاعته والمتابعات تتم كل شهر ويهمن القراءات اليومية زي ما احنا قلنا في سكر الحمل الصايم لا يزيد عن خمسة وتسعين واللي بعد الأكل لا يزيد عن مية وعشرين بكل الطرق سواء الضيط سواء العلاجات الإنسولين لازم لا يزيد عن هذا المعدل وجود بطء في الحركة بتاعت أحد الاتنين أو التوأم دي ينبأ بمشكلة في السكر طبعا طبعا ممكن يعمل مضاعفات أكتر من كده لكن هي خايفة من أني هاخد إنسولين وبعد كده نفس المشكلة المنتشرة بين الناس هاخد إنسوليني هستمر عليه أو حاجة أحنا دلوقتي بصدد إنقاذ التوأم من أي مشاكل صحيح أنت يعتقدوا الإنسولين لأن ارتفاع السكر بسبب وجود المشيمة فأنا مش عارف هل هي مشيمة واحدة ولا مشيمتين لو مشيمتين يبقى ده طبعا الأمر بيتضاعف في مقاومة الإنسولين فطبعا تبقي محتاجة الإنسولين يهمني جدا للمحافظة على التوأم وخاصة أنت عديتي مراحل كبيرة والتوأم بخير حركة واحد بطيئة ده انذار جرس انذار ليكي أن لازم السكر ينضبط ولا تكتفي بالسنار الشهري وخلاص لازم ضبط السكر بأسرع وقت بمتابعة عيادة تكون بتتابع السكر بتاعك من خلال الواتس حتى لو الأمر اضطر أنك أنت تبقي متابعة كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام أنا عندي بعض المرضى بيتابعوا كل ثلاثة أيام لغاية ما أنا أطمئن لغاية ما السكر ينزل للمعدل الطبيعي فأنت مش عايزة عيادة تيجي تقولك تعالي بعد شهر أو تعالي بعد شهرين أو تعالي لا أنت عايزة عيادة تتابع من خلال الواتس وانت في مكانك بتبعث القراءات الدكتور يقيمها يبدل في العلاجات تاخد العلاجات وتعمل القراءات وهكذا لغاية ما السكر ينضبط ومرحلة الخطر تعدي بخير فده مهم جدا أنك أنت تاخد الإنسولين حفاظا على ما فيش حاجة اسمها تاخدي حبوب أو أنك أنت تاخدي تمشي على نظام غزائي الإنسولين هو الحل حاليا وبعد كده بعد ما المشي ما تتخلص منها بعد الولادة ممكن ترجع الأمور لطبيعتها سواء سكر معتدل أو هيبقى سكر هتعتمدي مثلا على حبة حبتين على حسب ما يشوف الدكتور المتابع لك بشكر حاجة تاني مرة يا دكتور النادر يعني طبعا فكرة الخوف والألأ بتاع السيدات الحامل بيبقى ألأ كبير هنا طبعا إحنا هنا في صدد يعني حالة فعلا ممكن تكون فيها مشكلة لو فيه جنين ابتدى يتأثر فده مهم جدا التدخل السريع بيأخذ العلاج الإنسولين طيب عندنا برضو أيضا حالة أخرى بتقول سيدة عندها 25 سنة متزوجة من 3 سنوات حدث لها الحمل من شهر وكان عندي مشكلة المبيض المتكيس الدكتور المتابع للحمل أوصى باستمرار أقراص الجلوكوفاج حتى نهاية الحمل رغم أني عارفة أن أثناء الحمل ما بياخدش أي مفهود أخد أي نوع من الأقراص المسموح به الإنسولين فقط فهي طبعا هي مش فاهمة المفهود تكمل على الجلوكوفاج والمفهود تاخد إنسولين في هذه الحالة هي خايفة أن الحمل يحصل فيها أي مشكلة بالذات طبعا طبعا الحالة دي فريدة وكان بعد طول الانتظار لأن طبعا غاضح نيكنا عندها مشاكل أخرى زي تكيس المبايد اللي يمكن نويت عنها في أول السؤال بالتحاء والحالة بتاعت الحالة دي اللي فيها تكيس المبيض بيبقى فيها صعوبة أولا في حدوث الحمل صحيح يعني إنها إن يحصل الحمل دي حاجة نعمة من ربنا وبركة من ربنا إنه هو حدث الحمل بالفعل وهي أكيد كانت أثناء الفترة ما قبل الحمل بتاخد جلوكوفاج علشان كعلاج للمبيض المتكيس حصل الحمل الدكتور قال لها تستمر لي على الجلوكوفاج لنهاية الحمل بعض الأحيان الجلوكوفاج بنضيف لي إنسولين على حسب متابعات السكر اللي احنا قلنا عليها صايم اللي بعد الأكل بساعتين والتراكمي لإنها المستويات كويسة بستمر على الجلوكوفاج بدون أي خطورة على الحمل لنهاية الحمل يمكن دي الحالة الوحيدة اللي بنسمح فيها بالجلوكوفاج يتاخد طول فترة الحمل حتى خلال التلس شهور الأولى سيف وآمن سيف وآمن لأن لو احنا تخلينا عنه ممكن يحصل إجهاض فنستمر عليه ومفيش أي خطورة منه عايز أقول أن المبيض المتكيس دي حالة بيصحبها أيضا أعراض أخرى على وعلى عدم انتظام التبويض ممكن يصحبها أعراض أخرى زي وجود مشاكل في هرمون الزكورة فلازم تعمل التحاليل الخاصة بالكده وأكيد عملتها والدكتور اللي اللي ماشي معها أحييه لأنه هو صمم أنه هو يمشيها على الحبوب لكن يهمني جدا أنه هي تتابع زي ما قلنا فترة الحمل كلها ولا تكتفي بزيارات متفرقة وخلاص تتابع فترة الحمل وأتمنى الدكتور دي يكون عنده نظام الواتس بتاع المتابعة علشان يتابع المريضة بتاعته عن كثب ويمنع وجود أي مضاعفات وإذا كان فيه أي مشكلة تتحل في التو واللحظة ولا ننتظر للزيارة المقبلة علشان نحل لها شكرا دكتور نادر طبعا وطبعا موضوع الخلفة دايما بيعمل توطر كبير زي ما قلنا فكرة القراس السيف أو آمن نقدر ناخده في وقت الحمل بشكو حياة برضو السؤال ده جالنا عشان نقدر نقيم ونعرف إن مشتازم إنسولين في حالة أخرى ممكن نتحرك فيها أيضا يمكن في حالة أخرى عن سيدة 29 سنة متزوجة من 4 سنوات عميت حقن مجهاري نفس فكرة برضو الطفل الغالي اللي بيجي بعد فترات أو بيقف صعوبة طبعا بيقى صعب جدا أنه نخش في مشاكل أخرى يعني يدوب حلنا مشكلة أو قدرنا نبني الجنين حقن مجهاري لأن كان عندها عيوب في خلقية في قنوات فالوب بتقول عندها سكر من النوع الثاني ومشي على نوع واحد من الحبوب ودكتور أشار ببدء على علاج إنسولين لمحافظة على الحمل عايز نقلها لإنسولين عشان يحافظ على هذا الطفل أو على هذا الحمل هي بطول هي خايفة من الإنسولين بشكل عام زي ما ناس كتير جدا في أسئلتنا بيخافوا من فكرة الإنسولين وتقول هل ممكن أمشي ثاني نرجع لفكرة التقييم ثاني نرجع لفكرة الحالة أخبارها أي عشان نقدر نقيم ولا ما فيش حاجة أسمها نحن نستغني عن الإنسولين في هذه الحالات أولا بهنيها ونشكر ربنا على نجاح الحمل المجاري اللي هو طبعا ما زالت نسبه ضعيفة بالنسبة للحمل الطبيعي لكن أنه يحدث الحمل في وجود عيب خلقي في الجهاز التنسولي سواء في قناة فالوب أو الرحم نفسه ده حاجة كويسة وجود السكر مع المشكلة أولا الحبوب مش هتنفع لازم إنسولين مدام أنت مريضة السكر وال الحمل المجهري الحمد والله جاب نتيجة وحصل الحمل يبقى لازم الحبوب دي تتحول على إنسولين مفيش منقشة في القرار ده وخاصة نحن بنقول أن الحمل ده غالي يعني أنت علشان تعملي حمل مجهري عنيتي الكتير ماديا وجسديا ونفسيا أن يترى هيحصل يترى مش هيحصل وتروحي زيارات متكررة علشان تتبعي وتشوفي ومعاد التبويد امتى وهناخد البويضة امتى وهنحط فده عملية معقدة مريتي بيها مش عملية سهلة حدث الحمل بسلام الحمد لله يبقى أنا الدور بتاعي هكمله بعد أنا تعبت الفترة دي كلها أخذ الإنسولين هتاخذ الإنسولين لازم تاخديه وزي ما احنا قلنا ده يمنع تشوهات الجنين في الثلاث شهور الأولى ويمنع أيضا رفض بعض الأحيان بيبقى بعد حدوث الحمل نلقى الرحم رفض وحصل الإجهاض فعلشان تبقى كل الأمور مواتية فيسيولوجيا لاستكمال الحمل يبقى أنا يهمني مستويات السكر اللي احنا قلنا عليها الصايم 95 فما أقل اللي بعد الأكل 120 فما أقل التراكمي 5.5 ويتعامل كل شهر لازم متابعة دكتور السكر بتاعك عن قرب أو عن بعد لازم يتابعك ويتابعك بصفة هقول يا إما نصف شهرية أو أسبوعية في خلال التلع شهور على الأقل دول اللي هي مرحلة تكوين الجنين عشان نطمئن أن الظروف كلها مواتية لجنين سليم فالمتابعة دي لازم تبقى مش ضروري زيارات العيادة والإرهاق الجسدي والمالي التتكبدي لكن يبقى برضو من خلال العيادة لها واتس متابع أتابع الجنين وأتابع مستويات السكر في التلع شهور الأولى اللي هي مرحلة تكوين أعضاء الجنين يعني كتير نقف عند فكرة المتابعة دي دكتور نادر نقول لنا هي شيء مهم جدا ونقطة ذهبية في علاج السكر هنا نتكلم عن سكر الحم بشكل خاص لحيك قلت المتابعة فيه لازم تكون حتى الفترة صغيرة يعني يمكن مرتين في الشهر مش حتى مرة كل شهر عشان دي وقت صعب وقت ثلاث شهور الأولى ممكن أقول لك متابعة يعني احنا مثلا بنطلب قراءات مدة أسبوع لقيت القراءات مش منتظمة عدلنا العلاج عدلنا الجرعات بعتيني القراءات بعد أسبوع تاني بعتت القراءات لا بعد الغدى أنا شايف أنه هو عالي يبقى متابعة شبه أسبوعية لغاية ما الأمور تنضبط تنضبط تام حفاظا على تكوين الجنين في الفترة الحرجة اللي بيحصل فيها تشوهات أنا يهمني أن الجنين يبقى صحيح ويكمل الحمل بعد كده على خير إزاي حضرتك بتقدر تساعد يمكن الناس اللي عندهم المشاكل الصحية اللي ظهرت فجأة وخوف والربكة دي إن احنا نقدر فعلا نتابع بنظام معين في العيادة بالواتساب إيه الحاجة اللي بتقدروا تقدموها دكتور نادف العيادة عشان هذه الحاجة زي ما احنا قلنا المتابعة عن بعد دي دي مهم جدا جدا مريض السكر وخاصة ذات الحالات الخاصة زي الحمل أو الناس اللي عندها مشاكل في الكلا أو الناس اللي عندها مشاكل في الشبكية أو بصفة عامة مريض السكر يبقى لازم عنده متابعة بتتوقف متابعات الواتس على الحالة زي ما قلت حالة زي كده مهمة جدا أو الحالة اللي كان حامل في توقم وفي مشكلة يبقى أنا لازم أتابع حتى أتابع بالواتس كل أسبوع وبيتم الرد خلال اليوم وتعديل العلاجات أكتر من مرة حتى كل أسبوع لغاية تمام التلس شهور وبعد التلس شهور احنا ممكن نتابع بالواتس مدة أسبوعين كل أسبوعين لغاية ست شهور احنا ممكن نقول بالنسبة عشان الظروف الخاصة للسكر الحمل أو الناس اللي فوق الستين سنة احنا بنتابع ست شهور على الواتس لغاية ما عاد الزيارة اللي بعدها فمش فمش ضروري تتابع الزيارات علشان أنا أسأل أو عشان أتابع السكر فدي بتتم من خلال العياد بتاعتنا إن هو بنتابع السكر عن كثب لغاية ما السكر ينضبط وبنحافظ على الجنب مشكورك دكتور نادر جدا طبعا حلقة مهمة جدا ونتمنى كل سيدة حامل تولد بكل سلام وأمان والطفل يجي ونفرح كلنا بي وما يكونش فعلا سبب فيه مشاكل اللي ممكن تحصل هو السكر أو سكر الحمل لكن نقدر نزبطه بشكل صحيح بشكر دكتور نادر جدا اللي وجود معنا هنا ده في حلقة النهار دكتور نادر ماهر متى جدا لحسن متابعتكم ومشاهدتكم لحلقة النهاردة ونشوفكم في حلقة جديدة وأيضا موضوع طبي دائما مفيد مع برنامجكم صحتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة